ما يزال فيروس كورونا يتصدر المشهد العالمي والعربي فقد فرض نفسه بكل قوة وما زال يضيق الخناق على أنفاس المواطنين وكل ذلك والساعة تدق منتظرة رحيله الذي حرم الملايين من أحبائهم وذويهم آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تفيد بأن البلاد سجلت 3348 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق جعل إجمالي الإصابات التراكمية ترتفع بشكل جنوني إلى 240309 توزعت في مختلف مدن البلاد جاء معظمها في العاصمة ترابلس ثم مصرات وزليت وجنزور علما أن تلك الإصابات أوصلت النسبة المئوية للحالات المصابة بالفيروس إلى 33% أما على صعيد حالات الشفاء فقد سجلت ليبيا أمس 739 حالة شفاء ليصل بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى 187 960 في حين تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة متأثرة من الفيروس ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 3422 رقم مؤسف قد يرتفع في أي لحظة نتيجة التهاون الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوجه إلى أخذ اللقاح على الرغم من انطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي بلغ إجمالي عدد المطعامين فيها إلى 546 745 ترجمة نانسي قنقر